موسيقى يا مسائل خير ومسائل جمال والنور وبقي تأمينة زي ما داين بقول لكو لو عندك اي اسئلة توصوا معي اكتر اصفاتي فيسبوك انستجرام تيك توك امينة شلباية او هي تي في رأيكم نبدأ بالبيوتي تيبس البيوتي تيبس النهاردة هتكون عن البشرة الدهنية البشرة الدهنية يا جماعة فيها مشاكل كتيرة قوية من الدهون من الزيوت من اللمعة من الميك اوب مش بيزبت من البزور السودة من الحبوب بس عارفين المفاجأ ايه ان كترة العناية بيها بتخلي الزيوت تزيد فبالتالي المشاكل بتزيد او والله يزيم بقول لكم كده انا هقول لكم النهاردة على الاخطاء اللي انتو بتعملوها بتخلوا الزيوت تزيد في البشرة اول حاجة خالص غسيل الوش ميت مرة في اليوم انت بتفتكري كده ان انت بتحسني بشرتك او بتزيلي الزيوت لا انت بتستفزي الغده الدهنية فبالتالي بتفرز زيوت اكتر او الناس اللي بيبقى عندها حبوب وجايبالي السكروب وقاعدة بتهلك في وشها صبح وظهر وبالليل طب ما بتعملي ايه بتهيجي الحبوب بتلهبي الحبوب او اللي جايبالي بقى منتج وفيه كحول جامد او زي التونر مثلا وطول النهار بتمسح وشها بيه وطول اه بشرتي كده شدت لا بشرتك كده جففتيها زيادة عن اللزوم فبالتالي هتفرز زيوت اكتر عشان تعوض الجفاف اللي انت وصلتها ليه فبالتالي زيوت هتتفرز اكتر غسيل الوش بمياسوخنا ده مرفوض يا جماعة على فكرة بشرة دهنية او بشعة دية انت كده بتهلكي وبتلهبي وبتجففي بشرتك حاجة تانية برضو الواقي من الشمس اللي انتوا بتجبوه ع الفضياء والمليانة ومبتق روش مش ع الفضياء والمليانة السامبلوك طبعا مهم بس بتجبوه ساري وانتوا مبتقروش ده لاي نقبش وبتروحوا تجوبوه بيبقى اويل بيز يعني اساس الزيوت يعني هتخطيه من هنا لمسامة السد ومشاكل هتحصل كتير وتحطوه بقى ايه عن الفضياء والمليانة على الفضياء والمليانة وحاجة تانية وهاجة اخيرة يا جماعة لازم البشرة الدهنية تترطب لو انت ما رطبتيش البشرة الدهنية اللي هيحصل ان هي هتفرز زيوت اكتر زي ما بقولكو كده هتبقى عطشانة فانت مش بتديني الترتيب طب والله انا هو وهتقوم بخة زيوت عليكو والله زي ما بقولكو كده بدل ما بتعمل كده الافضل ان انا اجيب كريم نهار او كريم لجوا ترتيب ويبيوازن افراز الزيوت دي مشاكل يا جماعة وحاجات خطأ انتو بتعملوها واخر حاجة بجد عايزة اقولها ان يا اصحاب البشرة الدهنية انتو مستنين ايه انتو مستنية ان بشرتك ما تبقاش دهنية مش هيحصل فما تعديش تهلكيها بحاجات تخلي زيوت تتفرز اكتر سيبيها بس في حالها ونظفيها مظبوط عشان افراز الزيوت تتوازن فقد لا غير لكن انها تحوليها البشرة عادية مش هيحصل ايه رأيكم فاصل ونرجعلكو تاني ورجعنالكو تاني وفاكرتنا النهاردة يا جماعة فاكرة مهمة جدا لانه كلنا في حياتنا او في مرحلة في حياتنا عايزين نتعلم السواء فيه ناس تعليم السواء بالنسبة لحاجة سهلة خالص فيه ناس بتبقى صعبة فيه ناس بتبقى متوترة فيه ناس عادي جدا فيه ناس بتعرف فيه ناس ما بتعرفش فضفتنا النهاردة انا مبصطة بيها جدا لان هي فتحة اكاديمية لتعليم قيادة السيارات معانا للسيدات معانا ياسمين الطويل ازايك ياسمين ازاي حضرتك فكرة جميلة جدا يا ياسمين حقيقة فكرة جميلة وليه بقى انت جدتك الفكرة دي ازاي وانك واحدة ست برضو يعني هي طبعا الفكرة جات لي لما انا يعني من الاول خالص ان انا عايز تعلم السواء تمام لما انا بقى عندي ولاد وحسة ان انا المواضيع صعبة بالنسبة يعني انت عالتي على كبر يعني بعد سن العشرين كده اه اوكي تمام فحسة ان انا لأ انا عندي اولاد وعايزة اوديهم وعايزة الدنيا تبقى سهرة بالنسبة لي فحبيت ان انا اتعلم السواء فحسيت ان الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لأي ست وبعدين بعد ما دخلت في المجال ده معظم الستات اللي بجي لنا بتتعلم السواء الهدف ان هي يعني عايزة تودي اولادها المدرسة عايزة تودي اولادها التمارين دايما الست بيبقى عندها هدف في الموضوع ده طب ليه اجوازاتهم مش بيعلموا على فكرة دي حاجة مش مش صحة خالص اه يعني اولا الراجل بيتعصب على امراضه ومش اي حد بيسوق يا فندم يقدر يوصل معلومة اوكي اه يعني هو ممكن يكون بيسوق كويس جدا بس مش عارف يوصلها المعلومة وبعدين الراجل لما يجي يعلم الستة هو معتقد ان هو بيدي لها الوردر ان هي فاهمة يعني ان هي ما عندوش صبر كده وطولة ما عندوش صبر خالص وبعدين بيقولها فارميلي الستة ما عندهاش فكرة يعني ايه فرامل يعني لازم تفهمي ده بنزين ده فرامل تتعاملي معاها ازاي تكنيك البنزين ازاي تكنيك الفرامل ازاي فهو بيدي لها الوردر اكن هي عندها فكرة مسبقة طب انت لما فكرت تفتحي الاكاديمية دي كان فيه احتراض من حد عندك او احتراض من الناس ايه واحدة ستة تتحليل المدرسة اتعلمنا فيه السواق كان فيه هجوم يعني اه لا مش مش فكرة هجوم بس يعني اه يعني هي الفكرة استغراب استغراب او بعد كده فيما بعد يعني تنمر الناس في الشارع على مثلا واحدة بتسوق هي دي الحاجة الصعوبة اللي بتواجهنا تنمر الناس في الشارع على واحدة بتعلم السواق بتسوق بتسوق وبرضو بتعلم السواق لا يعني انا دايما اللي عارفها في الشارع يعني ان مثلا لما واحدة تقسر او تعم يا عم سبها سبها دي واحدة ست اللي هو دايما معتقدين ان احنا ما بنعرفش السوق ما احنا بنسوق حسن من رجال على الفجرة لا بس اقول حضرتك على حاجة هو بيبقى واضح ان دي واحدة بتتعلم. لا انا بتكلم دايما اللي هو لما يكون لما يحصل اي حاجة. اه ما واحدة ستة واحدة ستة عم سبها. ما انا واخد بالي ده بيحصل طبعا. تمام مع تنمر بقى الناس في الشارع عم يلاحظ ان هي واحدة جديدة في السواقة ومرتبكة ممكن يجي يعمل حركة جنبا يخوفها زيادة او يربكها اكتر فتغلط بهدف ان هو يضحك الشارع عليها. فدي طبعا حاجة بتواجهنا مواقف كتير بتواجهنا في الموضوعات. طب قوليلي حاجة هل الستات بتحب ان واحدة ستة تعلمهم؟ اه جدا. ليه عشان حاجات اللي انت قلتينها دي؟ بيبقى اولا في راحة في التعامل ثانيا طبعا الستة بتفهم يعني واحدة ستة زيها بتقدر تفهمها. اه تالت حاجة الستة يعني ما بتكسفش ان هي مثلا تقولها انا مش فاهمة دي عادها لي تاني انما لو راجل ممكن تكسف منه في النقطة دي. طب انا سمعت ان انت فتحة 8 محافظات. لا 11 يا فاهمة 11? يعني معلومات اللي عندي غلط كمان. لا لا 11 محافظة ما شاء الله في وقتها قدي انت بقالك قدي بقالنا 10 سنين في المجال ده طب قوليلي طيب انت واحدة بس يعني فاهميني الاكاديميات انت بتدريها ازاي؟ هقول لحضرتك انا في الاول انا اصلا من المنصورة تمام وانا كنت شغالة الاول على العربية منوال بعد كده ابتديت ان انا اضرب سواء وابتديت ان انا اتعرف وصماتي الحمد لله بعت كويسة ان انا واحدة بتدرب في المنصورة كويس ابتديت يشتغل معي كابتن اتنين تلاتة ابتديت الدنيا تزبط معي يعني في المنصورة جدا وسمعت الحمد لله كويس. بعد كده ابتديت افكر طب ليه ما شوفش المحافظات القريبة مني. المحلة طنطة اه اه بعد كده القاهرة اه بعد كده الجيزة زي ما وضعت لحضرات القاهرة الجيزة اه الاليوبية اسكندرية اسكندرية مؤخرا ضمياط وابرسعيد وابرسعيد طب دول مش حضاش كامل وعندنا خدمة عمل وعندنا قدارة وعندنا حد ما سك لنا كل حاجة. كل حاجة. بحيث ان يبقى الموضوع منظم جدا ومش مجرد ان احنا بناخد اسم العميل ورقمه بس. لأ احنا بنتابع مع العميل من اول يوم لاخر يوم ينهي فيه كورس. عن طريق خدمة العمل وعند طريق السيستم بتاعنا وعند طريق الويب سايت بتاعنا. وفيه نقطة برضو تانية. لما احنا ابتدينا الحمد لله نفتح في محافظة والتانية والتالتة وصمعتنا ابتدت بقى كويسة. وده بقى كمان عامل جذب للكباتن. بالضبط ان هما كمان عايزين. وانت لما بييجوا انت بتمران يوم الاول طبعا. اكيد لازم نقطهم تحت فترة تدريبية. بيجوا عارفين يسوقوا ولا بيجوا مش عارفين يسوقوا. اللي مين. الكابتنز اللي بيجوا. اكيد بيعرفوا يسوقوا اكيد احنا ما بنقبلش حد غير لو معاي خبرة ولو ما عندوش وعايز نوفر له شغل احنا بنوفر له شغل بس بنزله فترة تدريبية الاول. وما بقى يعني ما بندلوش الفرصة دي فعلا غير لما الكابتن المسؤولة عن تدريبها تقول لي لأ بقيت تمام وتقدر تنزل تضرمه. طيب احنا معنا فيديو ايه رأيت نشوفه كده. ياري. ياري. نشوفه. بتبسته في الشغلين. بصي هي 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 اي شغل حسب انت حابها ولا. اه تحقي. يعني انا بالنسبالي انا حابة مجال شغلي جدا وحابة ان انا اطور فيه دايما ونعمل حاجات جديدة محدش عملها قبل كده في المجال ده. ان شاء الله. حتة فكرة الويب سايت وحتة فكرة خدمة العمل اللي بتتابع مع العميل من اول يوم لاخر يوم. ولو حتى عايز يتواصل معك يتواصل معكم من خلال ويب سايت. من خلال ويب سايت من خلال ارقام تلفوناتنا. اوكي. اه الواتس او الماسنجر او الانستجرام او التكتوك عندنا كل يعني وسائل التواصل. طب قولي لي حاجة هالكورسات تعليمي سوية بتختلط من شخص لشخص. اكيد. يعني مثلا مدة الكورس ده تقولي لا انتي هيبك فعليكي اربع مرات. لا انتي هتحتاجي اكتر وهكذا. اكيد طبعا يا فندم فيه ناس بتبقى جايلنا عندها فكرة عن السوية. بس ناقصها الرجوع للخلف الركنات بنزبط لها طبعا النقط ده. فيه ناس بتبقى بتسوء بس عايزة تمارس بشكل اكبر في الشارع بنوفر لها كده. فيه ناس مبتدأة بنبتدي معاها من الزيرو من اول حطة المفتاح في العربية. لغاية تم مع حضرتك يعني لو المتابعين يتابعوا شغلنا على البيديو وشوف رفيقات العملاء والمستوى اللي وصلوه بفضل الله معينا. احنا كل اللي ماشينا في توقيتات حيوية في شوارع حيوية واهم حاجة بالنسبة لنا المصداقية. كلام اللي اتفان عليه مع العميل يلاقيه حصل. فيه ناس بقى قصة تانية خالص اللي عندها فوبيا. ودي حاجة بتواجهنا كتير ستات عندها فوبيا. عندها تجربة سابقة مش تمام. هي اصلا ممكن تكون نزلت مع حد من قريبة وكده وصل الله على المعلومة بشكل خطأ. فجاية متعلمة غلط او جاية عندها خوف وحسة ان هي فشلة عمرها ما تتعلم الموضوع ده. فدي لازم يعني لعى طريق التعامل مختلفة خالص عن اللي عادي. يعني اللي احنا بتدقيم معا من الاول. من الاول. طب انتوا بتمرنوا رجالة وستات والاستات. طب مين بيتعلم اسرع ولا ملهاش علاقة؟ ملهاش علاقة. بس هقول لحضرتك على حاجة. احنا طبعا متاحا دينا مدربين في الاكاديمية لتدريب الرجالة. ومدربات لتدريب السيدات. هي بس الفكرة ان زي ما وضحت لحضرتك ان السيد ما بتبقاش عارفة التكنيك. اول ما بتعرف التكنيك بتبقى عارفة ازاي تنفذ الوردر بشكل صحيح. نما الراجل انت هو مسلا بيجي ترى فارمل عارف دي فرام. دوس بنزين عارف ده بنزين. عنده فكرة مسبقة. انما الست لأ احنا لازم تعرف الديتيلز بالزبط وقد ايه وفين وامتى. يعني لازم دي مهمة جدا بالنسبة للسيد. طب السن اللي بتقبله ايه؟ احنا بندرب من سن 18 لسن 60. يعني 18 اول ما يبقى عارفة. اه. طب هل ممكن تمرنه حد وان هو ما عندوش عربية او اي حاجة ويطلع رخصة يعني فهمت قيادة؟ طبعا. مفيش مشكلة مش هزيني؟ انا عايزة اقول لحضرتك على حاجة. السواقة دي مهارة تمام؟ عاد فيه اقبال كتير جدا من ستات انهم يتعلموا السواقة برغم ان هما ما عندهمش عربية. دي طبعا يعني هي يعني انا مثلا رحت اخدت كورس انجليزي هل ده هيضريني في حاجة؟ اه مش هضريني حاجة صح. هي حاجة سيبنها وقت ما يبقى معهم عربية حاجة خلاص اكتسبت بالفعل. بس مش ممكن ينسوا؟ لا. لا السواقة مهارة ما بتتنسيش. حضرتك زي القرية والكتابة كده. حضرتك لو قعدتي فترة ما تقريش وما تكتبيش هلها تنسي القرية والكتابة؟ لا لا لا. نفس الفكرة بالزبط. مهارة مجرد ما اكتسبتيها خلاص الدنيا واستبت معيك. طب ممكن انت بالنسبة الاكاديمية هل لازم يبقى معهم عربياتهم ولا انتوا بتوفروا عربياتهم؟ لا احنا التدريب على العربية من عندنا في الاكاديمية ولو العميل عايز يتضرب على عربيته بنروح له لغاية بيته لان طبعا ما بيصقش بنروح لغاية بيته ناخد عربيته ونضربه عليها ونرجعه تاني. طب وايه الموديلات اللي موجودة عندك وهل بيبقى فيه يعني ايه الاول موديلات وهل بيبقى فيه انواع عربية معينة اسهل في السواء من العربيات تانية؟ العربيات الاكاديمية على مستوى الحداشر المحافظة كلها عربيات حديثة تمام ما بنقبلش عربيات قديمة بقى ومتهالكة وكده ده حاجة تاني حاجة بالنسبة فيه فيه حاجات اسهل واصعب اكيد طبعا الاوتوماتيك اسهل تمام ودعت فيه اقبال كتير جدا في الفترة اللي فاتت يعني معظم العربيات بقت اوتوماتيك اختبار المرور بقت اوتوماتيك ففيه اقبال كبير جدا من الستات والرجالة ان هم يتعلموا اوتوماتيك وفيه كمان يا فندم فاقة كبيرة جدا من الناس اللي هي مسافرة بره بييجوا في فترة الاجازات يتعلموا السواء هنا لان السواء طبعا في مصر ارخص كتير من تعليم السواء بره فبييجوا يبقى عندهم نازل ده هدف بالنسبة له انا هيجي هتعلم السواء تمام وطبعا بره مفيش عربيات مانيول فالناس اللي مسافرين بره بيجوا يقبلوا على السواء الاوتوماتيك هنا بشكل كبير طب قوليلي حاجة هل بتمرنوا الاشخاص ذو الاحتياجات الخاصة؟ اه بس في حالات معينة لو هو عنده عربيته وعربيته مترك فيها الجهاز لان يعني لازم تكون عربية مجهزة انما احنا بالنسبة لنا في الاكاديمية غير متاحة عندنا عربيات مجهزة طيب قوليلي حاجة يعني قوليلي بالزبط يعني التدريبات بتعملوا فيها ايه؟ يعني من ساعة ما واحدة تخش انا احنا اتكلمنا ان كل واحدة مختلفة على التانية اه بتعملوا ايه لحد ما تقوليلا شكرا خلاص انت كده ممكن تروح تطلعي ربصه؟ اول حاجة لازم اشوف مستوها ولازم اشوف ردود افعالها واستعبها ده مهم جدا وبامشي معاها استبه استبه حسب مستوها يعني لقيت ان مستوها جايب اقدي الاستب اللي بعدها لقيت ان مستوها لا هي مش قادرة تستوعب ومش قادرة تزبط اللي انا بقولهولها ده تمام وشايفة ان ردود افعالها لسه مش سريعا لان زي ما وضحت لحضرتك معظم المحافظات اللي احنا فيها تمام تسعين في المية منها كلها محافظات صعبة يعني القاهرة الجيزة طنطة المنصورة المحلة كلها يعني الشوارع بتاعتها طبيعة الشوارع صعبة تمام كلها تكاتك ومكربصات وناس مشابه عدوا فجأة ومش هارف ايه فلازم الاول اصبط لها حتة سرعة رد الفعل سرعة التنقل ما بين البنزين والفرامل زبط النقطة دي اخش على الاستبه اللي بعدها وكل عميل وحسب مستوى يعني في عميل اقدر اطلعه في الشارع من تاني سيشن من اول سيشن كمان في عميل ما اقدرش اطلعه غير في خامس سيشن لما حس ان ردود افعاله زبطت وانه هو قادر ينفذ الاردر اللي انا بقوله له بشكل صحيح وطبعا السن بيفرق كمان السن بيفرق طبعا طبعا في الاستعيب لما يكون حد سنه صغير بيستوعب اكتر من لو كان حد سنه كبير ليه عشان بيبقوا خيسي دماغهم عندهم اولا يعني هدف انا هتعلم يعني هتعلم ودماغهم يعني مرد يعني ما فيهاش مشاغل كتير زي الناس كبير او زي الناس كبير بس في الاخر كله بيتعلم كله اكيد بيتعلم الافضل ان الواحد يتعلم السوء هو صغير دي بتفرمعه جدا ده حقيه ده حقيه انا بشكورك جدا انت عامل مشروح هايل استمري وحقيه بشكورك جدا تسلمي تسلمي يا فندم انت شرفت بحضرتك الله يخليك الله يخليك الله يخليك هلنروح لفاصل ونجعلك تاني الله فيه ورجعنالكو تاني وفكرة اتحدى امينة النهاردة هتبقى اتحدي امينة النهاردة معانا شيرين ازايك يا شيرين الحمد لله طعم جاهزة لتحدي ان شاء الله هتنجحي ولا ها ان شاء الله طيب النهاردة يا جماعة عندنا رز وملوخية وعيشة اتفضلي عايزاك تكليني الرز والملوخية بباقي بباى انا هقلدك اخو اوكي تمام اوكي حمم هنخرف الرز والملوخية امم حمم ايها هتخرف الرز والملوخية اوكي هنتي الرز والملوخية يبقى ايه الرز الاول حتغرفي الرز كده ويشرشر بقى ما تقدمي الطبق قوي 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 حال تمام صحكت يبقى الطبق بيروح للحاجة اللي هنغرف منها حال و قوي ملوخية بقى هتحط المعلقة على المفرش و هي مش عطا المفرش محطاش على المفرش طاكت خلاص تمام ملوخية انا عايزك او هي دي ممكن ما تبقاش انا عايزك اتكلي الرز على الملوخية اوكي متفق تمام زي الفل هنرجع دي بقى فين انا عطا اذا بلده اوكي حال و قوي طلاص ماشي حال و قوي بسيا كده طلاص كوليلي بقى الرز والملوخية تكليب ايه؟ بشوق برابو و ايه؟ برابو فيه تلات طرق الاكل ها وريني اول طريقة اللي هي كده صح تمام زي الفل ثاني طريقة ام اااااا كده اوكي اوكي لأ معهي ايه ندي نفسك طب لو هتاكلي بالشوكة بس يعني لو هتحط السكينة و اولا هتحط سكينة فين لا هتحط سكينة فين لو انا هااكل بشوكة بس لو انا عايز ااكل يا جماعة بالشوكة بس احط السكينة هنا تمام حلوة كده وقالت بقى الشوكة الناحة التانية انت اللي هتعزمي نفسك اه اوكي اه اللي بيها الناحة التانية في ايدك التانية اه اوكي اوكي يا جماعة وتاكي عادي جدا الطريقة الثالثة يا جماعة يعني ممكن اورها لكم بس يعني مش اساسية قوي ان انا لو عندي اول طريقة لأكل الرز والملخية او اي حاجة الطريقة دي اللي انت اكلتها بي اوكي تاني طريقة لو انا عايز اقلب الشوكة بحط السكينة هنا وبعمل كده هو وباكل تارت طريقة لأكل الرز لو عايزين الملخية ممكن بنعمل كده وبنأكله كده دي طريقة تالتة تمام حلوة قوي معقول جدا اوكي هنشيل ده باعة كده حلوة اوكي و هنأكل الملخية بالايه بالعيش فضاي اوكي هلو قوي تمام ممكن او ممكن تحطيها كده حتى لو عايزها تمام اوكي بالعيش بقى اه بالعيش اه اوكي برافو cigarette اوكي ههههه و بعدين الى اه ام ا ا ا ا ا قد خاطر لعيش 요�لو ها ام اكلها بالمعلقة ايوه اوكي ممكننا تكل الملوخية بالمعلقة ايوه ده يأكل كده شايا Cy instance ساكون كده عايزها بزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح يعني مشوهشي هديكي سابع من عشر هديكي سابع من عشر جراب والله أكلة بسيطة جدا يا جماعة أرجوكو مفيش حاجة بالإيه مفيش حاجة بالإيه في حاجة اسمها شوكة في حاجة اسمها سكينة في حاجة اسمها معلقة في حاجة اسمها مغارة في أكل فاصل ونرجع لكتيني على طب ورجعنا لكتيني وأكيد كل سيزن الموضة بتتغير الموضة بتتغير في الأقمشة في الكتس في الألوان وكلنا عارفين ده له كبار بس إحنا النهاردة هنشوف إيه الجديد وإيه الفاشن وإيه الموضة للأطفال ضفتي النهاردة هي منصميمة الأزياء سلمة مصطفى إزايك يا سلمة هاي أمينا عملا إيه كويسة سلمة إيه اللي دخلك مجال تصميم أزياء الأطفال إزاي دخلت فيه في الأول أنا طول عمري عايزة أعمل برايفيت بيزنس ليا أنا بشتغل شغل خاص بيا أوكي ففكرت إن أنا عايزة أعمل حاجة تبقى مختلفة وحاجة مش موجودة كتير في مصر أوكي ففكرت إن أنا أعمل لبس أطفال عشان أنا عندي أوكي أوكي فقلت إن أنا عايزة أعمل لهم الديزاينز اللي أنا عايزة أعمله عشان مش بلاقي الحاجات ذي كتير في الماركت فحقيقي اللبس بتاع الأطفال مش موجود كتير في مصر ولو موجود موجود في برانس تانية عالمية ومش تسوط باللي كل الناس صح دا حقيقي فقلت إن أنا لازا ما استويت أعمل حاجة زي كده ومش بلاقي الأزواء اللي أنا عايزها فقررت إن أنا هعمل حاجات للأطفال تبقى الألوان اللي الأطفال بتحبها الأشكال اللي هما بيحبوها حاجات سيمبل بيزيك تنفع كل الأوكيجينز تبقى كونفرت بليهم وتبقى سوط باللي الناس كلها طيب تعالي نشوف أول جزء كده وبعدها نكمل كلامنا يالاوينة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتان صار تحسنه فلة كده ايوه تحسنه نجيب فلة وجميلة بس ما بيبهدلوش العيال الكتان لا خالص انا بناتي بيلبسولة ما انت بنات كويسين بنات حلمين الحاجات اللي انا عاملها الولاد شميزات شورتس بانتس بس لا مش مش بيقدروا بعد ان هو ليه اوقات معينة ممكن تتلبس يعني مش فكل يعني ما ينفعش يروح يلعب مثلا بحاجات زي كده في بلاي جراوند اه ما هما مش هعملوا غير يلعبوا في بلاي جراوند انت واضح ان بناتك كده انت يعني انا مهبني سستنه ده هو الهدوم كان بترجع البيت ترمى من الطين والحشيش يا فعم قصدي طيب وديلي حاجة انت كل انت بقالك قد ايه في يعني ده الكولكشن رقم كام ده فرست كولكشن اه ده فرست كولكشن خالص واتبسطت قوي من الفيدباك الناس كلها الفيدباك بتاعها حلو قوي انا حساكي بقالك فترة لا خالص وبدأ في فاب انت هتفضلي اني تاخدي الكتان ده زي مارك ليكي بالزبط عايزة تفضلي تعملي كده اني بقى البصمة بتاعتك بالزبط بالزبط انت عاملة من سن كام لكام؟ من سنتين لحد 14 سنة من سنتين لحد 14 سنة وانتي بتصممي اهم حاجة بتحطيها في اعتبارك عشان دول اطفال ايه؟ هل القماشة هل القط هل ان زين بيقولك مثلا ما يكاد بش ايه اللي بتحطيه في اعتبارك؟ اه دي حاجة مهمة الالوان مهمة قوي لاطفال الديزاين يبقى لايت قوي لهم تبقى سوت بالعمة للاطفال فاهم قصدي الفابريكس حاسة الاطفال حابة لنن يعني انا مثلا جالي الناس الاطفال هي المختارة فيه اطفال بتطلب مني الحاجات دي فيعني لأ هم حابين الحاجات دي عشان مش موودة والذي بيقى لبس كمفتبل يعني؟ بالزبط طيب هل انتي ليكي دعوة بالموضة يعني بتاخدي من الديزاينز مش الديزاينز او الباتنز تحطيها للزوغيرين ولا لأ اه هقولك على حاجة اللوكل برانز الموجودة دلوقتي معظمها كلها حاجات الكبار فالديزاينز بتاعت الكبار انا قلت ان انا ممكن اعمل نفس الديزاينز للسنة صوائر ممكن مثلا يبقى ابو ابنه عايزين يماتش اللبس مع بعض امه وبنتها امه اخوات فاهمة ازي لا انا ازي سؤالي انت دلوقتي في خطوط موضة عالمية هل انت متبعها واعتخدي منها وتحطيها في لبس الاطفال انا مش دايما مع الموضة يعني فيه حاجات فيه فابريكس قطال عموضة بس انا لا انا بالنسبالي الحاجات البيزيك هو ده اللي انا بحبه فاهمة ازي انا شوف السينين جاعتا مني يعني فيه كولكشن في الشيطة ان شاء الله حاجات بيزيك بردو بس عاملة يعني اوتفت على بعض طيب المقاسات والاطفال بتجنن بعد ساعات الامهات اه طيب فعاملها ازي عاملها بالأيج عاملها ميديوم لارج يعني نختار ازي وصي عاملها من 2-3 من 4-5 6-7 فيه سايز تشورت عاملها اه بس عاملها التشورت بالزب لاني زي تجنن لان ممكن هي سبع سينين بس خمسة بتحير فان في حقيقة تساعد الامهات وخصوصا لما تكون ام جديدة لسا مش عارفة هي تروح تجيب على حسب السن تلبس ابنها ممكن ما يخشش فيه او العكس صحيح حقيقة او العكس صحيح طيب فيه كتير قوي ناس تقول ايه اه لا انا مش مهم يبقى واسع عليه بس يعيش معاه سنتين او ثلاثة انتي معه ده ولا ضد اكيد ضد ضد اكيد عشان انا بحس الولاد حقهم ما يبقاش شكلهم بعدين طبعا زي كتير برضو بيقولوا ايه مش مهم ده يكون لايق على ده ما هو طفل مش بحب كلا طب مش بحب كنت عايز اسمحها من ديزاين لازم 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 لان اوقات كتير بيقعد يقول اطفال مش مهم لا هو مهم يا جماعة مهم ان ولادنا ينزلوا لابسين مأسهم صح مهم انهم ينضاف مهم انه يبقوا لابسين حاجة مكوية عارفة بقاب البعثة مش مش مشكلة مش مشكلة اصله طيف طب سوة تهد على فكلا اطفال دي مرايه ليك انتي بحقيقة انا بحس دايما كده مرايه ليك انتي انا شايفة الاطفال جيزوا سيني نشوف الجزء التاني يلا بينا يلا بينا شكرا اشتركوا في القناة و بينا اشتركوا في القناة و بينا انتم اشتركوا في القناة و بإمانات السحراكة وسلم من الان اشتركوا في القناة 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 ايه طبعا ما بتقفش على البلد نفسها يعني احنا مثلا ممكن ابقعد مع بيش انت اقوله فيه زرعة المانية دي الاحسن لك مثلا وبسعرها اكس فيه زرعة تانية ايطالية ايه الفرق بين مثلا الالماني والايطالي الشركات كتيرة قوية يعني فيه فيه في الايطالي حاجات باكس وفيه باتنين اكس وفيه باتنين اكس يعني منتجات كتيرة جدا اصدق الفلوس مختلفة ولا ايه مش الفلوس بس يعني هي التكنولوجي بتاعاتها مختلفة يعني بتنفع ناس وناس لا хоч مع العظم كل كويس وما فيه اي مشكلة بنعمل لها زرعة مثلا بحاجة معين فيه حاجة تانية محتاجة لا محتاجة زراعة عظم حواليها في حاجة تانية زرعة الي هرقب عليها فك كامل بتبقى عليها connection بالزرعة والicle انا بيعمل الزرعة عشان احض احض الكراون ال Production مثلا اسهل شوية بيقبل مثلا عشان اعمل الكراون في الاخر بالكمبيوتر هي دي верхور طب ده ايه دكتور؟ ده زراعة سنتين الاماميتين كان عندها مشكلة ده بقى الايطالي ولا الاسباني ولا التركي؟ ده ايطالي طبعا كان عندها مشكلة برضه مش من موزك الجاية من العراق تقريبا كان عندها مشكلة من السنتين الامامين زي ما قلنا بقى سويسوا بعدين هم يتحشوا بعدين نوقع بعدين حد ما وصلنا بالآخر يعني كل ما بتركبهم ما بيقعدوش هرين وبيقعو فعملناها بالكمبيوتر زي كده دي في يوم واحد بقى طب دكتور قولي حاجة هل انت بتسمع للبيشنس هم عايزين ايه ولا انت اوقات تقولهم لا ستوب انا مش هعمل كده انتوا تسمعوا انا عايز اقول لكم ايه موسي لو موضوع طب اكيد هعمل الصح يعني هو صحة وغلط فطبيا انا طبعا مش عاملك حاجة غلط يعني في حد مثلا بيجي بالسنة مش نافع عايز اركب كراون مش زرعة ما ماينفعش كراون هطوع فطبيا لا انما لو حاجة تجميل اكيد هسمعت لان التجميل زي ما حداك عارفة حاجة يعني ايه نسبية يعني ممكن اه خبراء التجميل قالوا ان الوش بيتقسم ازاي والنسب والاشكال والزوايا والحاجات دي لكن فيها في الاخر حتة حسي ممكن مسلا اقعد مع البيشنس يقول لي لأ انا عايز السنان مسلا طويلة اوريه له اني بتدي نتكلم واطلع مخاوفه وارسمها له طبعا لايه ايه دلوقتي اه اه طبعا بوريه شكله افطر يعمل ازاي فيقول لي لأ ده ايه ده اللي انا بفكر فيه طلع غلط ارجع تاني لو ما عملتش كده بقى هو يفضل طول عمره في الامر الواقع بقى ياريتني كنت اطول ياريتني كنت اعلم انما هو شاف انه لما كانت وانا مش خلوة مش لايقا معاها او كده ساعات يبقى هو مستريح على اللي هو عايزه فهي دم تجمليا فيها ازواج انما لو حاجة طبية اكيد طب دكتور اوقات كتيرة الابتسامة السبب الاساسي فيها ما بيكونش السنان بيكون اللسة فانت نعرف ده لان اوقات كتير الناس مش بتبقى عارفة تقولك سناني وهي قصص سناني قصيارة فنعرف ده ازاي واعلاجها ايه برضو المخ طبعا بيترجم النسب اللي قلنا عليها دي طبعا جزء في لمح البصر وفي الاخر يبقى مش مرتاح هو مش مرتاح حاس ان الابتسامة مش مريحة بس في حاجة غلط ايه بقى الغلط ان نسبة اللون اللي هو الكورالبينك بتعلسها اكتر من الابيض اللي هو السنان يعني فيه فيه بينك اكتر من الابيض ساعاتها يقلسها فيها زيادات محتاجة تشار هو طبعا بيحكموها ان هو اكتر من 3 ملي بينها من الابتسامة بنشيل الجزء من اللسة لحد ما توصل للرنج ده بتشيلوه زي فيه ليزر فيه جراحة يعني كلها حاجات سهلة جدا يوالها بتوجع والهيلنج بتعلسها من اسرع الحاجات في الجسم كله يعني بيحصل ريكوفري ما فيش يعني ممكن يوم او يومين بس الشكلها بيفرق بقى جدا يعني هو ده اللي بيفرق فعلا اه ده بيفرق جامل انا شايفة لا لا موضوع اللسة الصائد ده فعلا فعلا بواحد الشكل بشكل جير طبيعي طب الهيلنج بتاعها بياخد وقته ولا هي خلاص بتطلع من عندك كله تماما لا لو ليزر بتطلع كله تماما لو جراحة ممكن متكلم في يومين بس ما فممشوا عاجعة يعني يومين عادي لحد بس ما بتاخد الشكل النهائي ممكن تعمل مثلا قشرة صفر وبيضة بتاعه وخلاص بس محلول مالحة او حاجة بيضروح دايما بتهوين انتوا جمعون واحنا روح البيت نسرخ هتهوينه خالص والله ايه خالص طيب اه دكتور فيه تقرير في ايه رأيك نشوفه ونرجع تاين خلمنا على الهوليوود سمايل ده ايه اللي بابا ايه المين اللي جالك في بابا بابا زي الهوليوود ده المفروض هوليوود سمايل يعني ايه اللي بيحصل بقى ايه للاخطاء اللي انت بتشوفها اه يعني ده موجود في تقريبا كل التخصصات لكن خمسة وخمسين في المية ده رقم كبير يعني معظم يعني انا مثلا لو عندي النهاردة عشر عينين جايين يعملوها هوليوود سمايل هو فيه نسبة منه اكدر من نصهم هم اصلا عاملين قبل كده بس يعني الماتيرية القديمة الماتيري القواتي بتاع الماتيرية الوحشة مثلا اه او حد مثلا مش متخصص اه ممكن اعمل مشكلة مع الليسة التقفيل بتاعه طبعا سمعنا عن الفينير زدهم برضو اللي مش عارف وتطلع فوق الليسة وتعمل التهابات يعني اه المشاكل دي كلها بتبقى او مثلا اللون اللون ما كان فاكر ان الابيض احسن حاجة دلوقتي لا انا عايز طبيعي انا عايز شفاف اه الحاجات دي كلها بتخلى الناس عايزة تشيل بقى القديم ومتاركب جديد طب وهل بيبقى سهل لتشيل وحط وحط جديد ده اه سهل سهل اكيد طبعا ما فيش مشكلة طب الفينيرز يا دكتور امتا امتا نقول اه ومستهلة وابرد السنة وامتا انت ممكن تقف لحده تقوله لأ اه طبعا راستة السنان ادم مظبوطة حتى بعد ساعت لو بيبقى فيها عوجة بتبقى لذيذة يعني مثلا سنان هندي صبري بجد والله اكيد اه طبعا اه طبعا او انا عجباني شخصا اه اه ايضا ايضا انا معروفك امن ساعات المرسوس رصة دي لو في حاجة في السنة كده بتدي اه ساعات اصلا رصة من كتر ما هي فيها اسمترية تحسي انها مش طوعية ما بالذات فا امتى يا دكتور تقولهم اهنا بنتكلم على تجميل الاسنان احنا شلنا كلمة كوزماتيك وعطناها استاتيك استاتيك دي اللي فيها حتة فنية شوية يعني انا ماشي المعايير بتاعتي مظبوطة وكل حاجة بس انا مرتاح يعني مش مدايقاني فهاش تسوس فهاش جير مش مغيرة لونها ما فهاش مثلا سنة مثلا الليسة بتاعتها اكتر من التانية المعايير دي يعني وصلنا في الاخر لرنج معين يعني بدل ما هي كانت رقم اللي هو لازم ده يققى بالنسبة لده كذا بقى لا فيه رنج انا انا على الحد هنا الدنيا معقولة مش مشكلة انما التسوس والجير مش مقبولين مش مقبولين طب هل الفينير تعمل رائحة وحشة في الفم يا دكتور لا طبعا هي الفينير الصح لازم تقابيتها جوا السنة وكيناها جزء من السنة انا ببرد ليه عشان اعمل الروم للماتيريا اللي جاية من المعمل اللي هي الايماكس او الاشرة تسكن جوا السنة ملقاش فيها اي زيادات اي زيادة من الفينير اكيد بتعمل ريحة وبيطلع فيها جير وفضلات اكل وكده مع الوقت بتعمل ريحة طب وبتعيش مدتها قد ايه؟ هي حاجة دايما الفينير زعمتا هي تركيبة دايما لو حفزت عليها زي سنانة ما هي احنا بنعملها لها نفس خواص المينة بتاعت السنانة فاكيد اذا حفزنا عليها زي سنانة مش هيحصل لها حاجة طب من اكتر حاجات برضو يا دكتور الممكن تبوز ابتسامة ان السنان تكون صفرة فيه ناس كتير تقعد تقولي والله انا بقتل السنانية صبحة ودوروا بالليل وبردو لونها اصفر فهل اصفرال السنان ده بيبقى حاجة لون احنا مولودين بيه من الاصل؟ اه لا يعني انا عندي اعرف ناسي عندهم لها وسوسة النظفة يعني هو بيخسط سنانه اكتر من اربع مرات في اليوم بفرش هناشفة جدا اه دايما مش عاجبه اللي انا عايز انضف لا الاستفيه تاني فطبعا ده مع الوقت انتي يعرفها لو نقطة مية بتنزل في نفس الصخرة بدم بتعفق فيها فهو طبعا كل يوم اربع خمس مرات بالطريقة دي بيأكل من طبقة المينة اللي هي اللمعة اللي هي البيضة بيعمل سنفرة للطبقة فطبعا الطبقة اللي بعد كده اللي هي العاج بتاع السنة هي لونها اغمأ من مينة فهو بيغمأ سنانه تاني حاجة فيها مسامات ممكن تمسك في الاكل اي بقى سوس اي خضروات كريز بانجر اي حاجة هتمسك في سنانه هتغمأ لونها فهو فاكر ان هو بيفتح سنانه بالعجس فهو قاعد بيشيل للطبقة الفتحة وقاعد بتستقبل سبغات اكتر زيت طبعا ان هو بيشيل خلايا من اللسم وبتلحقش ترجع تتبني بيعني الطريقة دي اكيد غلط فاحنا بتكلم اثنين لثلاث مرات في اليوم بمعجون عادي طبيعي جدا بفرشة برضو متوسط اممون دكتور بجد انت ديت لنا تيبس قد كده انا بشكورك جدا جدا حقيقي نورتني شكرا شكرا و هاختم الفاكرة و هاتيب المشاهدين مع تقرير ليك لالتجمع صح تجمع مركز رويل في التجمع تعالي شوكوا مع بعضها